مراحب بها حلوين شو أخباركن كل شي تمام عم تجيني كتير تعليقات وكتير أسئلة على الفيديوهات التعليمية لأهل الكيبورد من هالتعليقات أنه العمر بيأسر شي على التعليم يعني إذا كان واحد عمره كبير هل هو هذا الشي بيأسر أنه ما يقدر يتعلم بسرعة في تعليقات عم تجي أو أسئلة أنه طب نحن ضروري نعزف تدريبات مثل ما أنت عم تقولها يعني مثلا مقام العجم ضروري نعزفه من الدوم ومن الصول ومن الري ومن المي من كل العالمات ليش يعني خلينا نعزفه من القرنة واحدة في عالم ضروري هالفصلة الحواس مثلا نعزفه ضروري نحفظ المقامات كتير أسئلة عم تجي صراحة صعب جاوب علي كل شي لأنه جواب بيجي بعض السؤال جواب بيجي بعض السؤال بتروح القصة كتير وتصير طويلة وأنا طبعا بكل الفيديوهات اللي منزلة إذا بتتابعوا الفيديوهات التعليمية حاكي بأول الفيديو وبآخر الفيديو وبنص الفيديو عاطي كل النصايح يلي أنتو الأسئلة اللي عم تسألوني إياها يعني أنا مجاوب عنها نص بقنفة لذلك شوي صار عم حس الموضوع صار كتير مكرر أنه نفس الأسئلة نفس الأسئلة فمن وقت لوقت عم نزل فيديو مثل ما بيقولوا فيديو تحفيزي للي عم يتعلم عندي على القناة هلأ رح نزلكون لحفرجيكم فيديو لطالب هلأ رحفرجيكم ياهو عم يعزف بس خلال خمس دروس صار خلصت له فصل الحواس الإيقاعي كلهم يعني إيقاع الفوكس إيقاع المقسوم إيقاع السلو والإيقاع اللف بالإضافة خلصنا مقام العجم من الرابعات ومن الخامسات مع أرقام الأصابع خلونا نشوف أول شي الفيديو بعدين أكملكون شو بدي أحكي أو شو النصايح اللي بدي أنصحكم إياها هايدا هايدا مرتين بدي أوجه تحية لهالطالب الرائع للصديق جيمي صار صديقي لأن صارنا عم نلتقى أكثر من شهر ونص طبعا كل أسبوع عم ياخد عندي درس يوم الأحد عم يجي ياخد درس لأنه بقلب الأسبوع هو عنده شغل وعنده عيلة وكتير مضغوط يعني حتى ما حدا يقول أنه أنا ما عندي وقت أعزف أو ما عندي إلا ما واحد يلاقي لحاله وقت هو عم يلاقي لحاله وقت المسى بس يرجع من شغله عم يقادله أقل شي ساعة لساعتين يوميا تدريبات الأهم من هيك أنه هو طبعا عنده إذن سماعية موهوب الشاب اللي عمر وحده واربعين سنة ما بفزا قلت لكم عمره وحده واربعين مشان كمان ما حدا يقول له عمره دور هاي الشاب عمره وحده واربعين سنة وشوفوا لوين وصل خلال خمس دروس يعني عم يقعد معي درس ساعة ونص ولكن ضمن الأسبوع عم يمشي على التعليمات اللي أنا عم قل له إياها وطبعا هاي التعليمات اللي أنا عم قل له إياها كله أنا حاكية ومكررة وعايدة كتير بكل الفيديوهات يلي عندي على القناة وللأسف في كتير عالم ما عم تلتزم فيها من أهم هي التعليمات مقام العجم ومقام النهواند نمشي ونعسفه من كل السلالم ما نقول أنه هذا السلم ما بستفيد منه وهذا السلم ما بستفيد منه نحنا لما بنعزف مقام العجم من الدو ومن الري ومن الصول ومن الفا ومن المي هذا كل ياته عم يشحن ذاكرتنا عم يعطينا تكنيك للإيدين عم يخلينا نعرف بيعطينا فصل حواس بدون ما نحس بيخلينا نحفظ الأورج بطريقة كتير سهلة طبعا أول فترة رح تلاقوا فيه شوية صعوبة وبدكون تتعبوا حالكم ولكن بتوصلوا للمرحلة كتير حلوة يعني جامي أول ما وصل لعندي إيده اليسار أبدا ما كان بيعرف شغله فصل حواس صفر نهائيا ما عنده بالإيد اليمين بيعزف أغاني ولكن بثلاث أصابع بس يعني كمان كتير إيده غلط الشغل فيه خلال خمس دروس بس كل شي تغير ونقلب مئة درجة العزف تبعه حتى هو ما نمسدق أنه هيك صار معه هذا الفيديو تحفيزي لإلكن أعزائي أصدقائي يا فنانين يا عاسفين أهم الشي أنه نلتزم بالتعليمات اللي أنا عم بحكيها بالدروس درس الأول درس الثاني الثالث الرابع الخامس للدرس العاشر بس خلونا نلتزم بهالتعليمات كتير تعليمات مهمة لحتى نوصل للشي اللي نحنا حابين نوصلله بالعزف بتمنى لكم كل التوفيق دائما وبرجع بإلكن وهي الفيديو قدامكن خمس دروس صار عم يعزف هيك طبعا هي الأغنية موجودة على القناة طبعا هو أنا أنا ما علمته الأغنية ولكن أنا عم بعطيه لدروس وبعدت له لينك الأغنية قدت له سمعها هي وحاول طلعه وفعلا طلعه مع فصل الحواس ومع تنقلات الكوردات تابعون ومثل من شايفينها يعني اللي بيشوفوا عم يعزف هيك بيقول صلوه سنين بيعزف فصل الحواس وإيد يمين وإيد يسار ومع الكوردات هي هي نتيجة خمس دروس بس بتمنى لكم كل التوفيق مثل ما عمقلكون ما تنسوا اشتراك وتعليق بالقناة خلونا ندعمها رح نوصل للمئة ألف أحلى عالم يلا باي باي